السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخوتي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ومع قصة أخرى إذا كنت أول مرة قدته الفيديو فمرحبا بك معنا وما تنساش الاشتراك وتضغط على الجرس ليصلك الجديد أخوتي أخوتي اليوم جيت نتحدث لكم على واحد البطلة في عالم الطيران المغربي هي أول ربانة طائرة في تاريخ المغرب أبدأت الطيران وعندها 16 عام أخوتي أخوتي هذه البطلة هي توريا الشاوي توريا الشاوي من مواليد 14 دجمبر 1937 الأب ديالة هو رائد من رواد المسرح المغربي واسمته عبد الواحد الشاوي الأم ديالة ربت بيت واسمتها زينة توريا الشاوي عندها أخ واحد هو كذلك فهو فنان مغربي مشهور بفرنسا بالطبط مدينة شيشي اسمه صالح الدين الشاوي توريا الشاوي من كانت صغيرة توريا الشاوي توريا الشاوي كانت تلميذة مستهيدة متفوقة في الدراسة وكانت تكتع الشاق المسرح والسينيما درست مدرسة دار ديالة المدرسة التي درست فيها توريا الشاوي اسمتها دار ديالة ودابا أخوتي 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 أتجاه بكم كيف يصبح عندها فكرة أنها تكون ربانة طائرة أخوتي أخوتي توريا الشاوي كانت صابت بوحد المرض في صدر ديالة دخلت ذاتا ونصحها أنها تدر واحد الجولة في الطائرة الأب ديالة كانتون ذاتا بحكم أنه كان موسورا على فترة تده بنته عدى مجموعة مالذات لقد قبل المرض processors كنت أول مرة عندها تكون مجموعة في الطائرة إذان توريا الشاوي تم زات توريا الشاوي ثم زاتت وتوريا من الوصلة أنها أحبت بزرط الطائرة وتوريا التوريا من الوصلة فدخلت دوسة امتحال كفاءة طياران وجابت الجائزة بامتياز هذا الوقت الوالدين كانوا تحاولوا للدار البيضاء فهي تم قررت انها تدخل وحد المدرسة في تيتم ليل وهذا المدرسة كان من المستحيل انها تدخل ذاك المدرسة المستحيل مستحيلات لكن ترية الشاوي فهي قررت وصمت على الحوم ديالا ودخلت لهذا المدرسة لان ذاك المدرسة كانت ممنوعة للمغاربة وكانت خاصة غير بالرجال ورغم ذلك فهي ترية الشاوي فهي دخلت لهذا المدرسة حبا في الطيارة فالصعوبة الثانية هي ان طلابا اللي كانوا يقرروا معها كانوا يستزعوا بها وكانوا يضعقوا عليها لانها هي الوحيدة اللي ابنت معاهم فالصعوبة الكبرى اللي دست منها ترية الشاوي وهو اليوم الامتحان فاختروا لها وحد نهار ممنوع في الطيران ولكن كانت صدمة لها والاساتيدة ولكن ترية الشاوي خلتهم بفمو محلول اجتاز الامتحان بكل امتياز وبدو الخطأ فالاساتيدة ديالها فالاساتيدة فالاساتيدة تفاجئوا بها وقدموا لها الجائزة فهذه الفوز ديالها داروا واحد ضجة عالمية بحضور الصحافة فأول رحلة قامت بهذه المطلة هي الربط بين الرباط والدار البيضاء والرجوع الى مطار تيتمليل كانوا باستقبال ديالها وداروا لوحة الحفلة زوينة بزاف وقام بالتهنئة ديالها المقاوم مناضل عبد الكريم الخطابي وعلى الفاسي حاور الاب دياله وقال لا هكي يكونوا لدات المغاربة وقام بالتهنئة دياله كذلك الملك الراحل محمد الخامس الا ان ترية الشاوي كانت قد لوحة القصة كان وحد الوقت تغدير وحى عنده وحد الجولة بين مدينة مالاقا ومدينة تدوان فمشلت لابسة نرمال لباس ديال الربابينة فمن وسط المطار الربابينة مقوا متعجبين فيها ويجوهوا فيها ويقولوا كيفش عنا العيلة عندها استصرعام ولبسات اللباسات للربابينة وقالوا مع راسهم ربما يكونوا والديها تحكموا معها وكيد حكموا معها ولبسوا لها تلبس الربابينة لكن ترية الشاوي فجأتهم لطعت الطيارة ودارت هذه الجولة بامتياز كان بجانبها واحد المساعد ربان اسباني كان مساعد لها فقام عند الركاب وقال لهم هذه الجولة الممتازة قامت بها الربانة المغربية ترية الشاوي هكا ومعا مروا الوقت ترية الشاوي صابت واحد المرض في صدر دياله فمشت للسويسرا التعالج مني رجعت بنات واحد المدرسة للطيارة وكتبت واحد الكتاب لتعاليم طيارة باللغة العربية وهي اللي كتبت اللوغو ديال الخطوط الملاكية المغربية ترية الشاوي تعرضت ثلاثة المرات لاغتيال لكن كلها بقت بالفاشل إلا أن في المرة الرابعة على يد عصابة ليد الحمراء الفرنسية ترية الشاوي ترية الشاوي لكن للأسف في المرة الخامسة فتغضرات ترية الشاوي واحد الرصاصة جات هالرص دياله وماتت واستشيدت عام 1856 إذن أخوتي أخوتي كانت نهاية محزنة إلى هنا ننهي هذه القصة وإلى قصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته